موسيقى 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 وثمانين حكم قضائي ليستخلص منه مجموعة كذلك من الملاحظات عملو عميل العملية ديال الرصد ديال المواد الإعلامية ما يناهز 5000 مادة إعلامية تلامس قضايا العنف وكذلك قام بملاحظة المحاكمات عبر الليجان جيهوية و dragun 25 محاكمة تمثل التجار في البشر تمثل الاعتداء على الطفلات والأطفال تمس قضايا متعددة للعنف بناء على كل هذا العمل الجدي أصدر المجلس تقريره بمجموعة من الملاحظات ملاحظات كثيرة جدا وهذه الملاحظات تمس القدرة والتوهين إرادة النساء في التبليغ وتشجع للأسف على الإفلات من العقاب وأصدر مجموعة من التوصيات تمس القانون الجنائي والمسترى الجنائية والعمل القضائي والسياسات العمومية هذه التوصيات أعتقد على أنه إذا تم الأخذ بها سنخطو خطوات إيجابية جدا نحو القضاء على هذه الظاهرة ونحو التشجيع على التبليغ وعدم الإفلات من العقاب أتشرف بتصير هذه الجنسة اليوم حول موضوع التشجيع على التبليغ للنساء ضحايا العنف والفتيات وكذلك من أجل مناهضة الإفلات من العقاب هذه الجنسة اليوم ستنقشوا المخرجات ديالتقرير اللي خرجوا اللي صدروا المجلس الوطني الحقوق الإنسان هذه المخرجات اللي كانت نتيجة الوحد الحملة اللي قام بها المجلس الوطني لمدة سنة وهذه المدة ديالسانة تدخل هذه الحملة في إطار الحملة الحملة الدولية ديالستاشر اليوم لمناهضة العنف ضد النساء ولكن أختار المجلس الوطني الحقوق الإنسان أن تكون هذه الحملة على مدة سنة عوض ستة عشر يوما وكان حول شعار العنف ما نسكتوش عليه ضد الفتيات والنساء واللي فعلا خلال هذه السنة كانت واحد المحطة عديدة محطة اللي تتفيى نقاشات عمومية حول موضوع العنف ضد النساء وكذلك كانت أنشطة على مستوى الجهوي على 12 لجنة جهوية وكانت كذلك مع كل فاعلين سواء المؤسستين أو الحكوميين أو كذلك الإعلام والمجتمع المدني كانت هذه النقاشات اللي فعلا كانت مخرجات ديال هاد القرار وهاد النقاشات اللي احنا كذلك وكبناها في محطة أخرى ديال محاكمات لقضايا العنف ضد النساء اللي عرفت واحد الرأي اللي عرفت واحد الوقع وعرفت نقاش عمومي على مستوى بعض الجامعات اللي كانت على مستوى الضربة الضسطات على مستوى المحمدية على مستوى طانجة على مستوى معانا كلين هاد كانت كذلك دخلة في إطار الحملة اللي في الملاحظة وهذا كذلك عندنا الخلاصة اللي قدرنا ممكن غادي تكون اليوم غادي تكون تقديم ديال الخلاصة ديالهم التوصيات اللي بان بأنه كان في بعض التوصيات اللي متعلقة بالنظام القانوني وكان كذلك اللي متعلقة بالمؤسسات القانونية اللي صاهرة على مجال الحمائي والمجال ديالتدابير وكذلك كانت واحد العينة ديال أحكام قضائية اللي صدراء اللي كانت موضوع البحث اللي في هذه التقرير اللي كانت من بعد تطبيق ديال القانون العنف 13 إلى الآن وهذه العينات اللي كانت فعلا برزت لنا خلال التحليل لأنه برزت بعض الإشكاليات اللي تعرفها كذلك النظام القضائي حول مثلا القانون 13 13 غياب بعد تدابير الحمائية على مستوى الجنائي بينما كان كذلك على مستوى تكييف الجنح تكييف العنف ضد النساء كأنه جنح في بعض الأحيان أنه تكييف تكون على مستوى أنه جناية لأننا الآن نحن في تمرين جديد على مستوى قانون التجارب البشر وهذا القانون التجارب البشر اللي تكونوا فيه النساء ضحايا ديال العلف ضحايا ديال الانتهاكات الجسيمة في التجار وهذا كانت موضوع ملاحظة ديال المحاكمات وتنظم بأنه النقاش اليوم بهذا التقديم غادي يكونوا فاعلين وفاعلات لحاضرين هنا من كل مقونات ديال المجتمع اللي غادي نطوروا فيه كذلك غا نقدموا فيه هالتقرير وهذه الخلاصات على أساس كي نتفاعل كذلك مع هذة الخلاصات على مستوى وهذه فرصة في هذا المعارض لأنه نقدموها التقرير وكذلك أنه فرصة أن المجلس بتعتبر بأنه العنف ضد النساء هذا الموضوع في حد ذاته عنده واحد الأهمية قصوى في استراتيجية ديال المجلس الوطني الحقوق الإنسان وشكراه